مرة اللي فاتت اللي احنا المفوض كنا نزكارها. تمام? خدنا حاجة اسمها التصنيف. ايه عارفها كمان حيوانا حيوانا وحيوانا بيجوزوا والمالهمش جواب بعضي. لا مش هي دي الحتة لانا عايز. انا اول مرة اعرف ان الاسد البنت بتبقاش عندها اشعارك. اه ده هاي. خلنا فكرة كلمة? جسم. يعني. لا اسنه هو يعني اه. طيجم? اه. يعني يا ابني. فكرة. اه. طيجم زجم زجم معلومة دي. لا والله يا ابنتي مش عارف. مش خبير في الكارتون. لا اه. ان الاسد البنت انا عندها الشعر كتير. ايه هقولها ليه هي عندي دلوقتي. قولي. الكنجدم بعد الكنجدم فيه ايه? مونيرة. مونيرة ايه? التصنيف. تصنيف ايه? الترتيب بتاعي الكنجدم. اه. وبعد الكنجدم. البلانت. بلانت اه. اللي اقل من الكنجدم ايه? بتاعي وين مونيرة دي. اللي اقل من الكنجدم ايه? سل. سل. كينجدم فيلم كلاس اردر فاميلي جينس اسبيشيز. فقلتلك هنحفظهم كيلهم كلمة. كينجدم فيلم كلاس اردر فاميلي جينس اسبيشيز. فانت شاطورة. روح تقيلالي. كابكو فجاس. ايه كابكو فجاس دي? كينجدم فيلم كلاس اردر فاميلي جينس اسبيشيز. لازم تبني حفظه. كابكو فجاس. تمام. وفي ناس تقول لي كينجدم. تمام? يبقى لازم اما تجي تبتجي التصنيف تبني عارفة الترتيبة بتاعتهم وبالترتيب. كابكو فجاس. كينجدم فيلم كلاس اردر فاميلي جينس اسبيش. هناخد النهاردة. مكملين في التصنيف. هناخد كينجدم اسمها منيرة. يلا. وهناخد كينجدم اسمها بروتيستايت. نبدأ. اول واحد ابتدى التصنيف الله يما تسيب الخير كان الحجة ارستو. وملي ايه يمسميه درس منيرة. واش تاني. هيخد المنيرة والله. بس ابدأ بالتصنيف. الحجة ارستو. الحجة ارستو ده كان قبل الميلاد. قالك الكائنات نوعين. يا انيمال يا بلقان. والانيمال نوعين. يا بلد عندها ريت بلد يبا عندهش بلد. والبلانت تلت انواع. ثري. وشراط وويس. Harvard. وخلص على الاساس ده. وقاللينا شكرى وسقفولوا. وقاللينا انا اللي صنفت الكئنات. بعده طلع كارلوس لينوس واختلع التصنيف التقليدي الترادشنال كلاسيفيكيشن اللي هو أنيمال أو بلانت بعده رد عليهم روبرت هوبك ربنا يكرمه الراجل المحترم وقال لهم انتو بتفتو في خمس ممالك وده التصنيف المودرن قال لنا في المونيرة وفي البروتستايتا وفي الفانجاي وفي البلانت وفي الأنيمال وده التصنيف اللي احنا باشيب بيه لحد دلوقتي مونيرة دي ايه برد اوصلها بس لأ هتلاقي فيها صفات مشتركة وبعدين ما تستعجليش هناخدها بالتصنيف وبالتفصيل مسر وانت قلت ايه اسمها دي ايه المونيرة والبروتستايتا والفانجاي والبلانت والأنيمال دي الكائنات اللي هناخدها كلها هناخد كل الكنج دمز دول اهيه كان اسمها أنيماليا اني ماليا؟ اه معلش بصي بقى لازم تخلي بالك من شوية حاجات التصنيف ده مفهوش كل الكائنات الحية ففيه سم أرجانيز نات سبجيكتد يعني ايه نات سبجيكتد ما تحطتش في التصنيف ده أصلا ليه بقى؟ لأنها واخدة جينات ما بين ده وما بين ده صفات ما بين الكنجداماية دي والكداماية دي أو صفات بين حاجات ليفنج وحاجات نان ليفنج يعني كائنات حية وكائنات غير حية عارفة الفيروس؟ الفيروس ده جوه جسمك يتشقلب وانا عايس يالا وهات يا أمراض بره الجسم هو كائن ميا ايه تمام؟ فالفيروسات الفيررويد البوريون التلات كائنات دول لا يصنفوا على أنهم كائنات حية الفيروسات والفيررويد والبوريون نبدأ بمن فيهم؟ بالفيروس مثلا أمراض زي البوليمالايتس الميسالس الانفلوانزا دي ما تصنفتش لأنها تابع الفيروس والفيروس لا ينصنف الفيررويد ده قالك ده فيروس عادي جدا ولكن بلا بروتين طب وإيه البوريون ده؟ ده فيروس عادي جدا بيه بروتين ده؟ يعني وفيش وجسمه بروتين؟ اه حيوانة فكرتولها نباتات ده مش نبات ده مش متصنف تابعه البوريون بقى ده فيروس ولكن بلا دي ان ايه؟ تمام؟ ومش علينا أكتر من كده يبقى لازم الكائنات دي ما تتبعش للتصنيف نبدأ نبدأ مين اللي قال ان البلانتي تري وشارب وهيربت والانيمل كان مين؟ مين العالم اللي اكتشف ده؟ وصنف طبعتي لي؟ هم؟ ايوة اه روبرت روبرت طبعا ده خيال علمي اسمه أريستو اسمه ايه؟ أريستو نبدأ بعد كده قررنا خلاص ان احنا نعمل ايه؟ ايه؟ روبرت اتش ها روبرت اتش صنف الكائنات على انها اتنين؟ لا 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 لابا انت بتختاري حاجات جديدة انا معرفها وشارب نتعمل نبدأ بقى دلوقتي او التصنيف الورقة دي الورقتين الجايين دول هتحفظيهم هتحفظيهم باي اسمي؟ اه يا دلوقتي يا هتحفظيهم لان احنا هناخدهم جطعة جطعة فمؤقتا هتقلبيهم قلب ونبدأ على طول ناخد في الاجزاء قبل ما نمشي اقول لك هتحفظي منهم ايه؟ نبدأ بقى كده بنقلنك شطورة يلا اول كنجدام عندنا اسمها المنيرة اسمها مين؟ المنيرة يلا يلا المنيرة دي بصي دي بتعيش يعني يا بتعيش حرة يا بتعيش في مستعمرات تاني حاجة مين المنيرة دي؟ دي كائنات يا بتعيش حرة يا بتعيش في مستعمرات مستعمرات؟ يعني مجموعة مع بعض بتاعها يبه هي كائنات عندها كم خلية؟ حلو النيوكلياس عارف يعني ايه بروكاريوتيك؟ يعني كائنات بدائية عارف يعني ايه كائنات بدائية؟ يعني مالها الشكل معين عارفت دي ان ايه بتاعها؟ عاين في السيتوبلاس السيلول بتاعها جدارها لا فيه سليلوز ولا فيه بيكتين عارفة السيتوبلاسمة بتاعها؟ ما فيهوش اي حاجة ما فيهوش ميتوكونديريا ولا فيه بلاستيدات ولا جولجي ولا اي حاجة من اللي خدناها يبقى ما تقعد بتقوليلي من المونيرة دي؟ فانا بردت عليك يقولتلك ليه قلتلك استاني لانها كائنات وانت بقى بتحفظي المونيرة 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 السيتوبلاسة لازم تقولي الكلمة وتقولي الصفة طيب المونيرة دي طالع منها كم حاجة؟ قالك اتنين يا اركيبكتيريا يا ايوبكتيريا يبقى المونيرة طالعت كم نوع؟ مين؟ مين يومين؟ اركيبكتيريا او ايوبكتيريا نبدأ بمين فيهم؟ بالاركيبكتيريا عارفة الاركيبكتيريا دي بتعيش في الهارش انفيرومنت يعني ايه الهارش انفيرومنت؟ يعني الظروف البيئية الصعبة عارفة الاركيبكتيريا دي بتعيش في الحتة الهوت الحر الاركي بكتيريا بتعيش بلا اكسوجين الاركي بكتيريا بتعيش في الصلط ди كائنات محترمة جدا بس بتعيش في الظروف الصعبة وتابع المونيرة نكمل ال Single Bacteria دي بتعيش في كل حد في الاير في اللاند في الوتر الغذاء بتاعها يا أوتوتروفيك يا هتيروتروفيك يعني اي اوتوتروفيك بتعتمد على نفسها ولا على كائنات تانية عشان تعيشي? نفسها. صح. طب وهي تيرو. على كائنات اخرى. نبدأ بمين? اي حاجة. لا. نبدأ. دلوقتي ان احنا نقول عارفة بينقسمه ازاي? يعني تلاقي الكائنة هو قدامك. يتقسم يبقى اتنين. هو ده طريقة الانقسام. اسمها بايناري فيجن. اسمها ايه? بايناري فيجن. نعم. في منها اسفريكل كائنات مدورة. في منها باسللاي كائنات متولى. في منها سبايرل كائنات حلزونية. اجي انا بقى وروح سألك. الكوكاي دي تابع مين? فتقوليلي دي تابع? الايو بكتيريا. اللي تابع كينج دعم اسمها ايه? تقوليلي المونيرة. المونيرة. اجبلك الرسمة دي او اقول لك النوستوك. النوستوك تابع مين? تقوليلي تابع الاركي بكتيريا. والاركباكتيريا تابع مين؟ تقول لي المونيرة، طب إيه فريق بقى؟ ما بين ما بين الاركباكتيريا و ما بين들이وباكتيريا الفرق في الغلاف الفرق ما بينهم الغلاف الغلاف نكمل يلا قال لك 200 الباكتيريا دا دائما وابدا استمع المونيرة جوه كم خلية? ها? اه خلية واحدة بس. محاطة ولا غير متحاطة? بغريف. ايه? ما تريح الاسبوع ايه? والاسبوعين نمتح فيه احنا عارفين نروح الاسبوع انا اصلا شايل اهم الاسبوع. معلش. نركز اللي بعضية. كده خلصت خلاص اول كينجدام واسهل كينجدام. بتاعة المنيرة. سهلة والله صعبة. ايه احنا خلاص مانه انت. لا لسه يا سايلانت. نركز. يلا يا سايلانت. التانية اسمها لايه? البروتيستايتا. البروتيستايتا نوت كومبليكس. يعني معقدة ولا غير معقدة? انا. ماني ايش معقدة? البروتيستايتا يوني سيلولر. يعني كم خلية? اتنين. وفيو. وشوية منهم بس مالتي سيلولر. الله 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 الله. وانتي بتذاكري اول مرة ما تحفظيش الفروقات. احفظي كل واحدة لوحدة. بعد كده تركزي على الفروقات. كده ليه فروقات? يعني هناك كان كان يوني سيلولر بس كان فيه منهم مالتي سيلولر او خلايا كتير? فده اول فرق. ان الكائنات او البروتيستا في منهم مالتي سيلولر في منهم ايه? مالتي سيلولر. قال لك ده يعني كائنات بدائية ولا متقدمة? متقدمة. متقدمة. التانية كانت بدائية ولا متقدمة? بداية. الله. ادي تاني فرق. ده او المواد الوراثية حواليها نيوكليار انفلوب. حواليها غلاف. هناك كانت المادة الوراثية حواليها غلاف? قال لك دي مش معقدة في التركيب. نبدأ. البروتيستيتا طلعت اربعة فيلا في عيد الحسود. فيلا بروتوزوة فيلا ايوجينوفايتا فيلا كرايزوفايتا فيلا بيروفايتا. طلعوا كان فيلا? اربعة. اللي هم مين? بروتوزوة وايوجينوفايتا وكرايزوفايتا وبيروفايتا. اربعة في عين الحسود. نبدأ? نبدأ. اول حاجة مين? البروتوزوة. اوكي? البروتوزوة فيه ساركودينكا وكلاس سيليوفورا وكلاس فيلا جلة وكلاس سبوروزوة. دول كلهم طلعين من اين? من البروتوزوة. لازم يتحافظوا. يلا? يلا بينا. ودي اللي نبدأ بفيلة مين? البروتوزوة. عارف يعني ايه البروتوزوة? البروتوزوة دي بتبقى حاجات يعني حرة. يعيشة لوحدها. يعيشة مستعمرة. بتعيش في الماء. فريشووتر وصلتووتر. وفي اي حتة مبلولة. يبقى كائنات تفايلية بتعيش في اي حتة مبلولة. دي بلانت ماشي. انيمال ماشي. بتعيش على اي حاجة وبتعمل ديزيز. وبتعمل ايه? ديوني سيلولار. يعني كام? يعني تنين ترات ديوني. الحمد لله. واحدة والله العظيم. اصلا دولتي يوني? اه يوني يعني واحد. مالتي يعني كتير. دي بقى سيكشولي وآسيكشولي. الله يبقى عندها الاتنين. يعني كائن متقدم محترم. يبقى احنا في الفيلة بروتوزوة. في الفيلة ايه? بروتوزوة. اول واحدة من الكين جضام ايه? بروتوستيتا. تمام? يلا. نبدأ الكلاسات بتاعتها. قلت بصي بقى. يلا. اول كلاس اسمه كلاس ساركودينا. بصي كده عليه. كلاس ساركودينا ده بيتحرك بحاجة اسمها السودوبيديا. يبقى الليكو موشن. الحركة بتاعته بحاجة اسمها الايه? السودوبيديا. تمام? دي رجلة بتبقى طالعة منه كده. الكائن اسمه الاميبة. الكائن اسمه الايه? الاميبة. الاميبة. اللي بعضي. كلاس سيليو فورا. الكلاس اسمه ايه? سيليو فورا. ده بيبقى عنده سيليا او عنده اهداب. تمام? الكائن اسمه الباراميسيام. الكائن اسمه ايه? باراميسيام. اللي عنده اهداب او عنده رجول. اوكي? ركزي عشان الرسومات علينا. يلا. يبقى السودوبيديا دي الاخدام الكاذبة. هانا. الكائن اسمه الاميبة. يعني غير حالت جاءة وانا نايمة. هانا بقى يقول لحد ما بكوتش نايمة. الكلاس سيليو فورا. والكائن اسمه باراميسيام. اللي بعديه. كلاس اسمه الفلاجليت. عارف يعني ايه فلاجلة? فلاجلة. يعني صوت. عارف الصوت اللي بنلسى عبيه له بتاع الحمار ده. هان? اسمه ترايبونزومة. اسمه ايه? ترايبونزومة. وبيعمل مرض اسمه سليبنجسيكنس او مرض النوم. اه. عنده مرض النومة عندي. لا. ده مرض النوم الابدي. ن homicide. اللي بعدين. كلاس اسمه و ده بيعمل مرض اسمه بيتنقل من حاجه اسمه وبيعمل مرض اسمه المالاريو بيعمل مرض اسمه الاين. مالاريو. يبقوا طالعوا كام كلاس? أربعة كيلوز ركزي بقى أغف اللي هقوله دلوقتي يبقى الكنج دم على بعضها بروتستيتا البروتستيتا دي خمسة فيلم أول فيلم بروتوزوة البروتوزوة دي أربعة كيلوز وقلناها تمام نكمل نكمل اللي بعضيها هناخد تاني حاجة الفيلم يوجيلونوفايتا تمام بصي عليه كده جميل ولونه أخضر ففجئنا لنعنده كلوروبلاست ولونه جرين وبيعمل يعني كائن كأنه شبه البكتيريا كأنه معضي يا سبحان الله يعني كم خلية ثلاثة يوني سيلولار واحدة ده بيتحرك بالفلاجلة بيتحرك بمين براجلة اسم الكائن يوجيلينة اسم الكائن ايه يوجيلينة صعبة ولا سهلة شطورة نكمل اللي بعضيه الكريزوفايتا شايفها أموري ازاي قوليلي الكائن ده جطعة واحدة ولا جطعتين اين فبنقول عليه يوني سيلولار هو خلية واحدة بس بيقول عليه يعني ثواني 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 يعني صناعيات ومعمول من مادة شبه الجلاص اسمها السيليكا اسمها الايه ايه ده ده اكل مهم جدا للفس للسمك والألمال اللي بعضيه البايروفايتا اللي بعضي مين البايروفايتا ده اللي بيعيش في السي في البحر بيعيش في الأوشن في المحيط تمام البايروفايتا البايروفايتا دول لونهم رد شفتي روحتي شرب روحتي غدقة بنلاقي لون البحر أحمر بسببهم هم دور اللي بيدوا كالنظر عادي ها كالنظر عادي لا تحت المية تحت المية الحاجات اللي هي اللي منلبس اللي بتاعدي منزل تفرج عليها اسلام ما تختصيش اكزامبل الدينوفلاجليد دي عندها توفلاجيلة كنتي وقعتني جدا لما غدست استعجم قرمنا والله استعجم اللي بعديها على طول فنقل مرة واحدة للكينجدا من اللي وراها يعني هو ما شرحش كل الكنجدا ما شرحش كل الايه الكنجدا هو شرح منها قطعة ونقل على طول من بعد البايروفايتا نقل للكينجدا من اللي وراها اوكي بص كده يبقى هو خد مين خد الفيلمبروتوزور بالاربعة لتحتيها خد الايوجينيلا خد الكرايزوفايتا خد البايروفايتا لازم نبقى حفظينها بالامثلة اوكي الكينجدا من فنجاي والكينجدا من بلانت نبدأ الفنجاي يعني ايه فنجاي بالعربي تعرفي صح يعني الفطريات دي بقى ولكن الميجور مالتي سيولولار الميجور ايه مالتي سيولولار دي معمولة من فيلمنت من خيوط الفنجاي بنلاقي اسم خيوط جواه اسمها هايفا واهبي يبقى خيوط الفنجل هايفا واه النيوكليوس ده يعني كائن بدائي ولا متقدم مش متقدم لا يعني متقدم برو حتى اول حرف بي يبقى بدائي يبقى ده كائن متقدم السيول بتاعه جداره فيه لجنين جداره فيه ايه لجنين الحركة الحركة يعني كائنات لا تتحرك كائنات ايه لا تتحرك يعني ايه بتعتمد على نفسها ولا بتعتمد على كائنات تانية لا كانت على نفسها يبقى بتعتمد على كائنات اخرى يعني تعتبر برازايت او توفايلية او عارفة عن ايه برازايت دي توفايلية بتعمل مرض لكائنات تانية. يعني بتعتمد او بتاكل حاجات ميتة. ايه? بني ادم. ده بني ادم ولا فطريات? الحمد لله. او ايه? من خلال حاجة اسمها من خلال حاجة اسمها الايه? المصبور. ايوة. نكمل. بصي بقى. الفطريات فيها تلاتة ديفيجن. يا زايجو مايكوتا. يا اسكو مايكودا. يا باسيدو مايكودا. مصر جيس هكا منكم ديه? يلا. الزايجو مايكودا. الاسكو مايكودا الباسيدو مايكودا. اول حاجة. الزايجو مايكودا دي شبه عفن الخبز. اهو طلع كائن العفن اللي بيطلع على عيش. الاسكو مايكودا دي بنيسيليم. فطري البينيسيليم. اللي طلعنا منه ده اسمه البنيسيلين. والباسيدو مايكودا ده شبه المشروم. نبدأ بمين? بالزايجو مايكودا. يلا. الزايجو مايكودا ده لو ركزتي معاه كده هتلاقيه اهو عفن اهو طلع على حتة العيش. انت مش هناشت. الهايفي بتاعته. انت فين? الهايفي بتاعته. مش عالي حاليش تقصد دي اه معا من? اه. صوري حشرات. لح فطريات. ايهو فطريات غير حشرات. طبعا. نحنا بداخل تصنيف. الهايفي ده. الهايفي او الشعر ده. بحاجة اسمها بصي. لما بيجي يكبر. ركزي بقى. لما بيجي يكبر. بيروح عامل ايه? بيطلع ايدين كده. ده اللي اسمهم اه. اه. يا جب تعيش حطوه برد تلاجة وعدتكها فضر وصفرج عليها حتلا يذلع كده. بالزبط. في الاخر بيطلع يعني حوافز. كور كده. شنط. الشنط دي جواها زبورز. يعني ايه زبورز؟ حبوب لقاح. وقت الانفجار او وقت ما يعزي اكتر بتروح دي مفرقعة. وتنزل الحبوب دي على حتة العيش اللي جنبها. وحتة العيش اللي جنبها تبدأ تضرب لتحت رايزوبز. وتبدأ تطلع تاني زبرونجي وفور. وفوق تروح مطلعها اللي زبور. وتضرب. وهي كزا. ده اسمه البريد مولت او عفن الخبس. ده بيعمل التعفن بتاع العيش اللي لونه اسود. ايه? ايه? ايه انت ومنعتك بقى. قال لك الانزيمات دي الانزيمات اللي بناخدها منه ممكن تستخدم في صناعة الجمنة. وانت اللي اكلت الايه? ايه? ايه? ايه سبحان الله. اللي بعضي? اقصت الاسكومايكوتا. ده ده نباتات اه ولا على كوكا والارض ولا? تاني. ده فانجاي. وبعد ما ده فانجاي ده مش فانجاي عادية. ده من الفانجاي اسمها الاسكومايكوتا. مش نباتات. صاموف زيم شوية منهم يوني سيلولر والباقي مالتي. يبقى زي ده برضو. قال لك نكمل. وز هايفي. عنده هايفي. بس نركز بقى. ارفى الهايفي بتاعته عاملة كده. متقسمة. يبقى الهايفي بتاعته ايه? متقسمة. متقسمة يعني سبتة عندها حواجس. عندها ايه? حواجس. والسبور بتاعته والحوافز بتاعته بتطلع حاجة اسمها الاسكي. بتطلع حاجة اسمها الايه? ازكي. زي البينيسليام. والبينيسليام دي اللي اللي بعدية. البسيدو مايكودا. البسيدو مايكودا دي برضو هايفي. وعندها سيبتة او حواجز. واللزبور انسايدا كلاب شيب استراكشور اسمها بسيديام. بص كده. يبقى الحواجز المراضي بتاعته لها راس. يبقى الهايفي برضو متقسم. الشعر اللي طالع منه مقسم. تمام? وكلاب شيب. وفي الاخر في راس كلاب شيب. بنقول عليها بسيديام. بنقول عليها ايه? بنقول عليها بسيديام. شبه المشروم. بتحب المشروم? شطورة. دول كلهم كانوا كين جدام اسمها الفانجاي. كين جدام اسمها الايه? الفانجاي. يبقى الفانجاي. او بعضهم دول كلهم يعني كائنات متقدمة. لجنين. ما بيتحركوش. تمام? وبيتغزوا على كائنات تاني. زايجو مايكوتا واسكو مايكوتا وبسيدو مايكوتا. قلنا الزايجو قلنا الاسكو قلنا البسيدو. وهيبتدي بعضها في الكنجدام اللي اسمها ايه? بلعنة. يعني مملكة الايه? النبات. اوكي? تعالي اندرتش.